وهي إنه يبقى واحد وزنه كبير جدا وبعض الناس إن كان بقى أطباء أو مدعيين لذلك بيدوا أدوية بتزود معدل الحرق في الجسم فالناس دي أعتقد إنه هم بيجوا بعد كده متبهدلين خلا نقول إنه ده يعني كلمة إجرام دي كبيرة قوي حرفياً بنلاقي ناس لا أما هو أنا دايما بيشوف إنه الإجرام هي فكرة إنه إعطاء علاج غير مناسب لمريض هو أنت هتلاقي كل فريق بيسقف للفكرة بتاعته كويس تمام يعني أنت لما هتوعد مع أحد من دكتور محمد بقى بيسقف للفكرة دي ألا هنعمل كم لا هنعمل كده أكيد هنعمل كده ليه الفكرة يعني أنا من خلال شغلي بقى بالبعض العينين يقولوا ده الدكتورة فلانا إداتني الدول العلاني ده مثلا فأقول لها وريني الدول العلاني ده علاج مالوش اسم مالوش علبة لأنها عايزة في الآخر ندخل في قصة إنها تشتري من عندها العلاج المبهم ده وأعتقد إن ده قانونا غلط وأخلاقيا غلط ويبقى يجرى وأنا لا أتفهم فكرة إن المريض يتقبل حاجة زي دي يعني هو أسواق المريض أو الطبيب مش بيصنع العلاج أكيد العلاج ده جاله من مكان من شركة أدوية بقى مستورد أين كان مستورد ليها طرق للاستيراد فلو هو مرخص هيبقى موجود في الصيدليات لو هو غير مرخص هيبقى فيه مشكلة في التعامل نفسه حتى الطريق التخزين بتاعاته مفيش حد عنده فكرة اللي هو أنا اللي بعالجه بس غيري ما يعرفش عالج يعني الطب ده معلومات بابليك كلها وماثودز كلها بيتم أعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة فمفيش حد عنده الحل السحري مفيش مش موجود الكلام ده وفيه أدوية نزلت مرخصة وتسحبت من السوق لأنها كانت أثر على الكابد والكلا وفيه حاجات مشهورة آه عملت كده ثانيا إحنا نفسنا لما بيجي لنا مريض وزنه فوق معامل كتل الجسم 50 ما بنقولوش حاول ضايت ورياضة غالبا مش هجي النتيجة يعني إحنا علينا جدا فده مش هجي النتيجة فأنت خلاص إحنا ممكن نجوه فورسرجة على طول ما بقاش فيه محاولات للضايت ورياضة إنما تحت 45 أنا بنصح لعام بقوله أنت عندك الحلول المختلفة منها أن أنت تبدأ تحاول لو أنت محاولتش عابل كده في تغيير نامة الحياة وضايت ورياضة وما إلى ذلك ولو أنت حاولت كذا مرة بنحاول مرة تانية اللي هو خلاص بقى استنفس كل المحاولات خلاص بنالجأ لي إجراء من الإجراءات بتاعتنا لكن لو المريض ده جايلي من الأول معامل قتل جديس مفوق 50 لا أنا هقوله على طول يلا بينا بالظلط